أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتأسوا بشمائل خير خلق الله يكن العز رديفكم والنصر والتمكين حليفكم إخوة الإيمان إن صلة الأمة ومحبتها لرسولها وحبيبها وشفيعها صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله العطرة ليس ارتباط أوقات ومناسبات بل إنه ارتباط وثيق في كل الظروف وجميع الشؤون وأحوال الحياة إلى الممات وإننا من هذا المنبر الشريف منبر الخير والحق والسلام لنطلقها دعوة صادقة عالمية لكل العالمين في شتى البقاع والأسقاع للتحلي بأخلاق الرسل الكرام وعلى رأسهم نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم الداعية إلى السلام الشامل والوئام والتراحم الكامل بين أبناء الشرائع المختلفة دون إساءة أو تنابذ أو سخرية أو تلامز من كل الرموز الدينية وعلى رأسها أشخاص الأنبياء والرسل الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين لا نفرِّق بين أحدٍ من رسوله وإننا باسم مليارٍ وثمانئة مليون مسلم لندين بأشد العبارات ونستنكر أشد الاستنكار التطاول على مقامات النبوات والرسالات ولسي ما خاتمهم نبيُّ الهدى والرحمة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمدٌ صلى الله عليه وسلم فما الرسوم المسيئة والأعمال المشينة إلا نوعٌ من الإرهاب وضربٌ من التطرُّف المذكي للكراهية والعنصرية البغيرة وليس من حرية التعبير توجيه الإهانات أو الاستهزاء من المقدَّمسات والرزوم والرموز الدينية بل هو تجاوزٌ للآداب والأعراف مردودٌ على صاحبه لأن حرية التعبير لا بد أن تراعي القيم الإنسانية التي تقوم على احترام مشاعر الآخرين ومتى خرجت عن تلك القيم فإنها تسيء للمعنى الأخلاقي للأديان والثقافات والحريات ومثل هذه الإساءات تخدم أصحاب الأفكار المتطرفة الذين يريدون نشر أجواء الكراهية بين المجتمعات الإنسانية والإسلام والإسلام براءٌ من كل هذا وذاك وهو بريءٌ من إلصاق تُهم الإرهاب به فهو دين التسامح والتراحم والتلاحم وليس فيه إرهابٌ أو تطرُّفٌ أو تخريب أو استهزاءٌ أو سخرية أو تفريقٌ بين أنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام كما أن الدعوة موجَّهةٌ إلى غبط العواطف والانفعالات وعدم الاستفزاز والمجازفات وغير المنضبط والمدروس من ردود الأفعال والتصرُّفات والنظر في العواقب واعتبار المآلات فلن تطال تلك التطاولات شيئًا من مقام النبوات والرسالات قال تعالى والله يعصمُك من الناس يكفيك عن كل مدحٍ مدحُ خالقه وقرأ بربك مطلع سورة القلم هو الله كمَّل أوصافه وسمَّاه بين الورى أحمدًا فَمَا مُنْكِرٌ فَضْلَهُ سَاخِرٌ وَلَنْ يُحْجَبَ النُّورُ لَمَّا بَدَى دِمَانَا فِدَاهُ وَآبَاؤُنَا فَمَا غَيْرُهُ الْيَوْمَ مِنْ مُفْتَدَى فَلْيَطْمَئِنَّا الْمُسْلِمُونَ سَطَعَ الدُّجَا بِجَمَالِهِ شَرُّفَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ كما أمركم بذلك ربكم جل فعلا فقال تعالى قولا يهمي دوما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة